خلال زيارة إلى مناطق دير الزور ولقاه مع المجلسين العسكري والمدني وقوى الأمن الداخلي في المدينة وشيوخ ووجهاء المنطقة قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن لا مشكلة لديهم بأن يكونوا جزءا من المظلومة السورية العامة ولكن شريطة الاعتراف بالإدراءة الذاتية وقبول خصوصية قواتهم عبدي أكد أن أي عملية تفاوض مع الحكومة السورية ستكون بوجود ممثلين عن كافة مكونات ومناطق شمال وشرق سوريا مشددا على أن كل ما يتم تداوله من إشاعات حول دخول قوات الحكومة إلى منطقة دير الزور هي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها قائد قصد لفت إلى أنهم ملتزمون بالحل السياسي السلمي في سوريا ولكن ليس كما تريده دمشق من خلال المصالحات والأساليب التي تتبعها وأكدا عدم وجود حل عسكري مرتقب في سوريا في السياق قال عبدي أن هناك اتفاقا دوليا على خفض التصعيد في سوريا وأن قصد ضمن الاتفاق وملتزمة به لضمان الاستقرار في المنطقة لكنه نوها في الوقت نفسه أن هناك محاولات أخرى من قبل حكومة دمشق على زعزعة أمن واستقرار المنطقة ما يساعد على تنشيط خلايا تنظيم داعش الارهابي ويساعد من خطورته وعن أهمية تكثيف عملية محاربة التنظيم الارهابي وخلاياه النائمة أكد عبدي أن لديهم خارطة طريق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش وهذا يحتاج إلى تكاتف جهود أهالي المنطقة مع المؤسسات الأمنية لإنجاح العملية ترجمة نانسي قنقر